شنت قوات الجيش الوطني بالضالع قصفا مكثفا بقذائف الدبابات استهدف فيه تحركات وتحصينات حاولت الميليشيات الحوثية استحداثها أعلى جبل المصيوح شمال شرقي مديرية الحوشة كما استهدفت أيضا عيارات كانت تستخدمها الميليشيات لقصف منازل المواطنين في بلدتي المشاريح وقروض شمال غربي منطقة حجر وقد تم تدمير الأهداف المعادية بدقة هذا وتشهد جبهات الضالع معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي بالتزامن مع اشتداد المعارك في محافظة مأرب